خمدت الحرائق في لبنان ولكنها تركت وراءها هذه المشاهد الصادمة من يباس ورماد والتي احتلت سريعا مكان البساط الأخضر الذي ميز الجبل اللبناني انضمت مساحات شاسعة من هذا الجبل إلى الأماكن الجرداء المهملة التي تعكس تراجعا بيئيا دراماتيكيا تعاني منه الطبيعة اللبنانية عملت كتير تلاوس بالهوى زيادة على التلاوس الموجود بالإضافة لأنه خسارة هذه الغابات كمان عم تأثر على خسارة طبيعية من ناحية الإيكولوجية كان من ناحية التنوع البيولوجي زائد أنه ممكن هذه المناطق المنحدرة كتير بخسارة الغابات يصير فيه انجراف تربي ونخسر كمان التربة الزراعية اللي ممكن ترجع تطلع فيها هذه الغابات تشير جمعيات بيئية إلى أن المعدل السنوي للحرائق التي تشتاح لبنان يبلغ 1500 هكتار إلا أن الحرائق الأخيرة قضت على هذه المساحة في مدة يومين فقط ما قد يرفع الهكتارات المتضررة هذه السنة إلى حوال 2500 من المحسوم أن ليس بيد أحد في لبنان منع الكوارث الطبيعية ولكن السؤال مشروع عن أسباب عجز السلطة في لبنان عن استباق هكذا فاجعة خصوصا أن لبنان معرض بشكل دوري لاندلاع الحرائق هل إن فيما حصل تقصيرا أم فسادا أم افتعالا جملة أسئلة دفعت برلمانيين إلى المطالبة بلجنة تحقيق برلمانية خصوصا أن في المطار ثلاثة طائرات خاصة بإطفاء الحرائق من نوع سايكورسكي حصلت عليها الدولة من متبرعين بقيمة 13 مليون دولار وتم اختيارها على أساس ملاءمتها طبيعة لبنان الجغرافية إنما تبين عدم فاعليتها لدى الحاجة إليها طوافات سايكورسكي التي دفع سمنها اللبنانيون من التبرعات تبين أنها لا تعمل لأسباب يجب أن تتوضح فطالبنا بفتح تحقيق شفاف لا يغفي اللبنانيون هواجسهم من تجارب سابقة لم تحدد فيها المسئوليات فالذي يحاسب هو نفسه من يحاسب والنتيجة احتمال جدي لطي الملف وتقدم ملفات مأزومة أخرى تنتظر بدورها حلولا متأخرة أو مستحيلة كلودي أبي حنة الغد من الشوف جبل لبنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر